لازلنا معكم في إطار هذه المتبعة لما يجري في جينين وما يجري في جينين طرح جملة من الأسئلة حول السلوك الإسرائيلي الذي كان حاصلا في جينين وكان حاصلا في سياقات سابقة فلسفة التهجير القصري التي دأبت عليها حكومات إسرائيلية متتالية لكن الاتجاهات الرئيسية كانت قد أظهرت أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو تعمد نحو تكريس لسياسات الفصل العنصري التي تستهدف الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية والسماح بسيطرة أقصى اليمين الديني المتطرف على صناعة القرار الأمني تجاه الفلسطينيين مع تحويل عقيدة اليمين المتطرف إلى سياسات فعلية ضد الشعب الفلسطيني تعكس تطورات جينين الأخيرة هذا النهج المتطرف للحكومة اليمينية الإسرائيلية سيما فيما يخص التهجير القصري والسلوكيات التي يحضرها القانون الدولي تشكل سياسة الفصل العنصري والتهجير القصري واحدة من السياسات الإسرائيلية المتجذرة منذ نشأة دولة الاحتلال في عام النكبة 48 تشير الأرقام الأممية إلى إزالة سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرابة 500 قرية وبلدة فلسطينية من الوجود بالكلية عام 48 كما قدر عدد المنازل التي هدمت من جانب قوات الاحتلال منذ ذلك الحين بنحو 170 ألف منزل فلسطيني تشمل سياسات التهجير القصري الإسرائيلية كذلك ما يعرف بالعقاب الجماعي ويعني أن تعاقب سلطات الاحتلال عائلة المناضل الفلسطيني عبر هدم منزله ويتعدى قرار الهدم في بعض الحالات إلى فرض حظر على أي بناء جديد في موقع المنزل المهدوم مع مصادرة الأراضي في بعض الحالات الأخرى منذ عام 2004 وحتى عام 2022 هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 269 منزلا كإجراء عقبي ما أدى إلى تشريد نحو 1300 شخص من بينهم 161 قاصرا تسببت سياسات التهجير القصري للاحتلال في وضع مأساوي لأبناء الشعب الفلسطيني وللاجئيه فطبقا لإحصاءات الجهاز المركزي في فلسطين فقد بلغ عدد اللاجئين لدى الأنروا أكثر من 6 ملايين و 400 ألف لاجئ هذا مع تضاعف أعداد الفلسطينيين نحو 10 مرات بعد 74 عاما من النكبة وتمثل هذه التقديرات الحدود الدنيا أصلا لأعداد اللاجئين الفلسطينيين بأتباري وجود لاجئين غير مسجلين إذ لا يشمل هذا العدد من جرى تشريدهم من الفلسطينيين ما بعد عام 49 وحتى عشرية حرب 67 حسب تعريف الأنروا ويشملوا كذلك الفلسطينيين الذين رحلوا أو رحلوا عام 67 على خلفية الحرب أما فيما يخص الدرائع التي يقال عنها درائع قانونية والتي تستند إليها سلطات الاحتلال فهو قانون الطوارئ الذي وضعه واستخدمه الاستعمار البريطاني في فلسطين منذ عام 45 وظل ساريا حتى بعد تأسيس هذه الدولة حيث ما زالت تستخدمه ضد الفلسطينيين هناك ينص على أن هدم المنازل هو إجراء إداري يطبق من دون محاكمة ودون الحاجة إلى إظهار أدلة تعتبر السلطات الفلسطينية أن التهجير القصري الإسرائيلي يرقى لأن يكون جريمة حرب كما أنه يستدعي تدخلا دوليا دعت وزارة شؤون القدس إلى التحرك الفوري والحاسم لوقف جميع قرارات الإخلاء القصري وهدم المنازل والنشاط لاستيطاني ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى زمنيا ومكانيا والاعتداءات المستمرة على المقدسات في آخر سياسات التهجير القصري التي مارستها سلطات الاحتلال جرى تهجير مئات العائلات من منازلهم في مخيم جينين ضمن موجة الاقتحامات الأخيرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي للمخيم أكد الهلال الأحمر أن هناك إجلاء قصريا لأكثر من أربعة آلاف مواطن فلسطيني من أهالي المخيم فيما طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإلزام إسرائيل بوقف تهجير أهالي مخيم جينين لسيما بعدما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو وقبل أسبوع أمام لجنة الخارجية والأمن بالكنسة أنه يتعين العمل على اجتثاث فكرة إقامة الدولة الفلسطينية وقطع الطريق على تطلعات الشعب الفلسطيني لإقامة دولة مستقلة لهم حسب وصفه ما يشير إلى منهجية في سياسات التهجير القصري لدى هذه الحكومة لتشكل واحدة من بين أبرز سماتها هذا جزء مما يمارس وما يمارس كثير لكن على الأقل حتى ضمن موجة عدوان عسكري مسلح فإن الأمر أيضا يسير إلى جانبه وبالتوازي عمل ضمن ما بات يعرف بسياسات الفلسط العنصري شكرا للمشاهدة